بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ سعد إبراهيم الجريس معلم تربية خاصة في معهد التربية الفكرية غرب الرياض المرحلة الدراسية التأهيلي للصف الثالث تأهيلي لمادة لغتي تعليمات الدرس أرجو من الأسرة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتب والأدوات اللازمة والاستعداد للدرس توصيات للأسرة حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذو إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرستي لمواكبة المنهج وإطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية أداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب أرجو منك عزيز الطالب قبل البدء بالدرس أن يكون المكان مناسب ثانيا عدم الأكل أو الشرب أثناء الحصة أرجو منك عزيز الطالب عدم الانشغال بالأكل أو الشرب أثناء تقديم الدرس ثالثا إحضار الأدوات اللازمة مثل الكتب والأقلام محمد يحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة أمل تحرص على الجلوس بشكل صحيح أحمد لا يغادر الدرس قبل انتهاء الحصة الوحدة الثانية لمادة لغتي الدرس الأول نص تعبيري نص تعبيري في هذا الدرس عزيز الطالب سوف نقوم بالتعرف على طريقة كتابة النص التعبيري طريقة كتابة النص التعبيري أهداف الدرس أولا أن يرتب الطالب الكلمات لتكوين نصا تعبيريا بشكل صحيح ثانيا أن يستخرج الطالب الكلمات المناسبة لتكوين نصا تعبيري بشكل صحيح ثالثا أن يعبر الطالب عن الصورة المعروضة بنص تعبيري بشكل صحيح كيفية كتابة موضوع أو نص تعبيري أولا ترتيب الأفكار قبل كتابة موضوع التعبير ثانيا كتابة الأناصر الخاصة بموضوع التعبير ثالثا البدء في كتابة مقدمة الموضوع رابعا كتابة موضوع التعبير خامسا كتابة خاتمة الموضوع للتعبير النشاط الأول صل بين الصورة والجملة المناسبة يوجد لدينا هنا على يمين السبورة صور على يسارة السبورة نصوص تعبيرية نصوص تعبيرية سوف نقوم بإيصال الصور المناسبة للنصوص التعبيرية الصورة الأولى صورة طائرة الصورة الثانية صورة صف دراسي نقوم بقراءة النص الأول نتعلم الدروس ونكتسب المعارف والمبادئ الإسلامية النص الثاني تقع العاصمة وسط المملكة العربية السعودية فيها ضبط نجد إذن النص الأول نتعلم الدروس ونكتسب المعارف والمبادئ الإسلامية هل نستطيع إيصال هذا النص بالفصل الدراسي أو بالطائرة أحسنت الصورة المناسبة لهذا النص هو صورة الفصل نتعلم الدروس ونكتسب المعارف والمبادئ الإسلامية كذلك صورة الطائرة نقوم بإيصالها بهذا النص تقع العاصمة وسط المملكة العربية السعودية فيها ضبط نجد قمنا بإيصال هذه الصورة المناسبة بالنصوص التعبيرية الصحيحة النشاط الثاني استخدم الكلمات المناسبة للتعبير عن الصورة في عدة جمل في هذا النشاط قام بإعطائنا بكلمات مساعدة لنقوم بكتابة جمل مفيد الصيف السباحة حار أحب الجو نقوم بوصف هذه الصورة من خلال الاستعانة بهذه الكلمات المساعدة المعطاة لنا في هذا السؤال الكلمة أو الجملة الأولى عفوا الجملة الأولى الجو حار في الصيف الجملة الأولى الجو حار بالصيف قمنا بكتابة هذه الجملة بالاستعانة بالكلمات المعطاة لنا في هذا السؤال الجملة الثانية أحب الصباحة أحب الصباحة قمنا بكتابة هذه الجملة المفيدة بالاستعانة بالكلمات المعطاة لنا في هذا السؤال النشاط الثالث إملأ الفراغات بالكلمات المناسبة للتعبير عن الصورة في هذا النشاط يوجد لدينا هنا على يمين الصبورة نص تعبيري لم يكتمل يوجد لدينا هنا كلمات مساعدة نستخدمها في وضعها في هذا النص التعبيري لكي يكون نص تعبيري مكتب نقرأ النص زارت مع أسرتها مدينة وفي الطريق سألت أباها لما بهذا الاسم قال سميت بهذا الاسم لأنها رياض كثيرة البساتين والحدائق كثيرة البساتين والحدائق نقوم باستخدام هذه الكلمات المساعدة لملء هذه الفراغات في هذا النص التعبيري لكي يكون لدينا نص تعبيري مكتمل زارت سارة مع أسرتها مدينة الرياض وفي الطريق سألت أباها لما سميت الرياض بهذا الاسم يا أبي قال لها سميت بهذا الاسم لأنها رياض خضراء كثيرة البساتين والحدائق كثيرة البساتين والحدائق قمنا بتوزيع هذه الكلمات المساعدة لملء الفراغات في هذا النص للحصول على نص مكتمل للحصول على نص مكتمل أحسن تبارك الله فيك النشاط الرابع أكتب أسفل كل صورة جملة بسيطة لتكون جملا تعبيرية استنتج الأخلاق الكريمة من الصور التالية الصورة الأولى يوجد لدينا صورة شخصين يقومون بإزالة جذع الشجرة من الطريق ما هو النص التعبيري الصحيح لوصف هذه الصورة ما هو النص التعبيري لوصف هذه الصورة صورة شخصين أو صورة رجلين يقومان بإبعاد جذع الشجرة من الطريق هل نستطيع وصف هذه الصورة بنص تعبيري مكتمل سوف نقوم بالتعرف على ذلك الصورة الثانية يوجد لدينا صورة طفل يقوم بالاعتناء بالقطة يوجد لدينا صورة طفل يقوم بالاعتناء بالقطة هل نستطيع وصف هذا السلوك بنص تعبيري مكتمل أو جملة مفيدة الصورة الأولى إبعاد الأذى عن الطريق إبعاد الأذى عن الطريق أو إبعاد الأذى أو إزاحة الأذى عن الطريق قمنا بوصف هذا السلوك بهذا النص التعبيري إبعاد الأذى عن الطريق الصورة الثانية الرفق بالحيوان قمنا بوصف هذا السلوك أو هذه الصورة بنص تعبيري مفيد أو جملة مفيدة الرفق بالحيوان أحسنت بارك الله فيك كذلك يوجد لدينا هنا صورة كذلك الصورة الثانية كذلك الصورة الثالثة الصورة الأولى عزيز الطالب ما هو النص التعبيري المناسب أو الصحيح لوصف هذه الصورة شخص يقوم بمساعدة مريض شخص يقوم بمساعدة مريض الصورة الثانية ماذا يوجد لدينا رجل يقدم الطعام أو الماء لزميله شخص يقوم بتقديم الماء لزميله الصورة الثالثة شخصان يقومان بالسلام على بعضهما شخصان يقومان بالسلام على بعضهما هل نستطيع عزيز الطالب بوصف الصورة الأولى بنص تعبيري مكتمل مساعدة المحتاجين مساعدة المحتاجين قمنا بوصف هذه الصورة بنص تعبيري أو بجملة مفيدة مساعدة المحتاجين عفوا مساعدة المحتاجين شخص يقوم بمساعدة مريض شخص يقوم بمساعدة مريض الصورة الثانية إطعام الطعام إطعام الطعام شخص يقوم بإعطاء الماء لصديقه أو لشخص آخر إطعام الطعام وصف هذا السلوك هو إطعام الطعام الصورة الثالثة شخصان يقومان بالسلام على بعضهما إفشاء السلام إفشاء السلام قمنا بوصف هذه الصورة بنص تعبيري أو بجملة مفيدة الصورة الأولى مساعدة المحتاجين الصورة الثانية إطعام الطعام الصورة الثالثة إفشاء السلام قمنا بوصف هذه الصور وذلك عن طريق كتابة نص تعبيري أو جمل مفيدة كذلك الصورة الأولى إبعاد الأذى عن الطريق يوجد لدينا صورة شخصين يقومان بإزالة جذع الشجرة من الطريق إبعاد الأذى عن الطريق الصورة الثانية صورة طفل يقوم بالاعتناء بقطته قمنا بوصف هذه الصورة الرفق بالحيوان الرفق بالحيوان في نهاية هذا الدرس أشكر الطالب وأشكر الأسرة على استماعهم وإنصاتهم أتمنى لهم التوفيق والسداد هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد